متحاور جديد لفيروس كورونا تم الإعلان عنه الخميس الماضي في جنوب إفريقيا جعل العلماء والبحثين يتخوفون من عودة جائحة كوفيد-19 بقوة خاصة بعد اكتشاف ما يزيد عن إثنتين وثلاثين طفرة في هذا المتحاور الجديد تغييرات في نطاق البروتين S المعروفة بروتين سبايك اللي البروتين هذه تسمح للفيروس أنه يلسق في الخلية هو مفتاح متاع الفيروس بش يدخل للخلية ولما تكون تغييرات في مستوى هذا العدد الكبير إمكانية نظريا أنه يكون سريع الانتشار وزيد على هذا أنه فيما يخص المتغيرات الـ 32 هذية القينا فيها عدة متغيرات المعروفة اللي سرعت الانتشار فيما يخص متحاورات اللي شفناها قبل الفاء وبتاء وجمع المتحاور ظهر في جنوب إفريقيا والبلدان المحيطة بها حيث نسبة التلقيح ضعيفة وضعيفة جدا بما لا يترك مجالا للشك حول أهمية التطعيم في مجابهة جائحة كورونا لأن الفيروس الذي ينتشر في عدة بلدان يمكن أن يفرز في كل مرة متحاورات جديدة المختصين يأكدوا كل مرة مختصين في علم الفيروس يأكدوا كل مرة اللي يراه الفيروس مدام ينتشر في الفضاءات وينتشر برشا في البلدان اللي يراه قابل بش يخرج متحاورات جديدة وهنا نأكدوا على أهمية البلدان أنه تكون أعظم وأكثر مواطنيها ملقحين الحالات اللي تويكة قالوا عليها في جنوب أفريقيا ما يفوت 22 حالة وفي آخر تحيين لوزارة الصحة فيما يتعلق بالوضع الوبائي في البلاد تم في 25 من نوفمبر الحالي تسجيل أربع وفاية جراء الإصابة بفيروس كورونا إضافة إلى 127 إصابة جديدة بالفيروس هذا وقد أغلقت وزارة التربية بعض الأقسام في مؤسسات تربوية وقامت بإغلاق مؤسسات تربوية أخرى كليا بسبب تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا في صفوف التلاميذ وفق تصريح لوزارة التربية خلال زيارة عمل أدها أمس إلى ولاية القيروين